لمزيد من المتابع ينضم إلينا هاتفين سيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام سيد جميل بعد التحية ردود فعل دولية كبيرة بشأن المزاعم الإسرائيلية بمشاركة عدد من موظفي وكالة الأونوروة في هجوم الفصائل الإسرائيلية في السابع من أكتوبر رأيك في ذلك وخاصة أن الأونوروة تقوم بدور كبير جدا في المساعدات الإنسانية في غزة طبعا مزاعم الإسرائيلية اللي عطلقاتها طبعا احنا عارفين الأكاذيب الإسرائيلية اللي بتنطلق من يوم 7 أكتوبر حتى اليوم للأسف شديد كلها بتسعى إلى محاصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والعمل على قطع المعونات عنهم وقطع المساعدات الدولية عنهم بشكل كبير جدا طبعا هذه المزاعم أثرت على بعض الدول الممولة للغاوة قدرت أنها توقف المساعدات لكن في الوقت الحالي اللي العالم كله بيسعى إلى إمداد قطاع غزة بالمساعدات والعمل على حماية الشعب الأعزل اللي بيتم تنفيذ كل جراء من الحرب ضده وكل العمليات من قتل وتدمير البنية التحبية وتدمير المستشفات نجد أن هناك بعض الدول توقف معوناتها لأمروها اللي هي بيحتمي بيها أو بتقدم الدعم بشكل كبير للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في الوقت الحالي طبعا كل ده يعني يأتي تحت إطار الأكاذيب الإسرائيلية وللأسف شديد كان يجب على هذه الدول أن تتخذ كل التدابير الممكنة وتتأكد بشكل كبير جدا أن هذه المزاعم غير حقيقية وأن تطلب أيضا ما يثبت من الجانب الإسرائيلي بتورط هذه العناصر التي أكدت إسرائيل عنها كان يجب على هذه الدول أن تطالب إسرائيل بأن تثبت حقيقة هذا الأمر ولا تتخذ الأمور بناء على تصريحات من الجانب الإسرائيلي بالطبع العالم كله في الوقت الحالي يرى هذه المأساة العالم كله بيسعى والعديد من دول العالم احنا شايفين المساعدات اللي بيتم تقدمها إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل رفع المعاناة عنهم نجد هناك بعض الدول تساند إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا لأن الأمروة زي ما قلت لحضرتك بتقدم كل خدمات طبية وغزائية وأيضا أماكن الأمروة في الوقت الحالي بيلجأ إليها المواطنين حتى يحتموا من القصف الإسرائيلي لقطاع غزة فيجب أن تعيد تلك الدول حسابتها مرة أخرى ويجب أن تتأكد بشكل حقيقي من المزاعم الإسرائيلي نعم سيد جميل في رأيك هذه المزاعم وخاصة مع الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الأمروة وموظفيها في غزة هل سيكون له تأثير سلبي في رأيك على الأمم المتحدة ووكالة أمروة والدور الكبير الذي تقوم به في غزة؟ هو بالطبع ستؤثر لكن أعتقد في الوقت الحالي طبعا أنه يجب على الأمم المتحدة أن تطلب من هذه الدول التي أوقفت الدعم أنها تعود مرة أخرى إلى العمل مرة أخرى في قطاع غزة أو تقوم بتمويل الأمروة لأن الهدف الأساسي في الوقت الحالي هو رفع المعاناة عن المواطنين الفلسطينيين العزة اللي بيتم قصفهم ودبحهم ومنع حتى الهزاء عنهم فلا تشارك دول العالم في عملية الحصار يجب أن تتأكد تلك الدول من المزاعم الإسرائيلية زي ما قلت لحضرتك لكن على الأمم المتحدة وعلى الأمم هو أن تخاطب تلك الدول وتؤكد لهم أن ما يحدث الآن هو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وحاولة مساعدة الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعاقب الشعب الفلسطيني جراء مزاعم إسرائيلية لم يثبت حقيقاتها حتى وقتنا هذا وماذا عن الفترة المقبلة يعني في مقال نشرته صحيفة الجارديون البريطانية أكدت فيه أنه قرار محكمة العدل الدولية اللي تم إصداره بشأن الحرب اللي بتشنوها القوات الإسرائيلية على غزة أنه بيفرد مزيد من الضغوط على إسرائيل من أجل الحفاظ على حياة المدنيين هل ستلتفت إسرائيل إلى ذلك؟ كيف ستكون خلال الأيام المقبلة في تعاملها على الأرض في غزة؟ هو أنا عايز أقول في البداية أن قرارات محكمة العدل الدولية هي في البداية طبعا قرارات مهمة جدا والقرارات في الصالح القضايا الفلسطينية رغم أن فيه قرار لم يخرجه اللي هو عدم إيقاف إطلاق النار وعدم استهداف أو وقف فوري لإطلاق النار ولكن كون أن يتم قبول هذه الدعوة من جنوب أفريقيا ويتم البت فيها ويتم العمل على إخراج هذه القرارات أعتقد أنها قرارات مهمة جدا وسيتم أرضها على مجلس الأمن يوم الأربع القادم وأن فيه مهلة شهر حتى تقدم إسرائيل التقرير عن عدم استهدافها للمدنيين أو عدم إجراء عمليات الإبادة الجماعية ده خطوة مهمة جدا لأن منذ ناشئة دولة إسرائيل لم نرى أنها تم تقدمها إلى محكمة العدل الدولية أو أن العالم يكون بهذا الشكل متكاتف من أجل طبعا إيقاف عملية الإبادة الجماعية التي تنفذها طبعا في الوقت الحالي أعتقد أن الولايات المتحدة والدولة الكبرى المسندة لإسرائيل عليها في الوقت الحالي أن تضغط على الجانب الإسرائيلي بشكل كبير جدا بإيقاف هذه العمليات وسيكون هناك أيضا رأي مجلس الأمن الدولي في اجتماعه المقبل أشكرك شكرا جزيلا سيد جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام كنت معنا عبر الهاتف